كورا الطائرة من عام 1972 كورا الطائرة من عام 1972 كلاعب وحكم وطني وحكم دولي وقاري وفي تحكيب تحكيم كنت سيارت كنت فونداتور في نادي تونس الجامعية التي كنت 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 كتابة من فونداتور كستعدا فيها كرئيس وساعد نائب وأمين المال كنت في الجامعة التونسية في كورا الطائرة عملت دورتين نيابية ترقصت الكوميشيون دربيتراش عدة سنوات وحتى كما كنتش في الجامعة كنت دائما نعاون في التحكيم شاركت في برشة دراسية التحكيم ومن بعد دخلت للاتحاد الدولي شاركت في مباريات في بطولة العالم كنت أول وأصغر حكم تونسي عربي شارك في الدورة الأولمبية 1988 في كوريا ومن بعد دخلت للاتحاد الدولي كعضو في لجنة التحكيم والقواعد بالاتحاد الدولي وعضو في الاتحاد الأفريقي وعضو في الاتحاد العربي هم يعرفوني خاصة في التحكيم ولكني أنا شاركت في تحديث على جميع المسؤوليات في الكرة الطايرة من اللاعب حتى الحمد لله في مسير وإن شاء الله ندخل للجامعة أول مرة نترشحت في 2016 وما أصحفنا الحظ بش نكون في الجامعة ومن بعد الحق قعدت الفكرة غباخية بش نحاود نترشح شد الرئيس السابق اللي قعد معنتك ووقعت معنتك جاتني ظروف طويلة اللي قال نحب ننجم ننجم نترشح والشي اللي شجعني الحق اللي هي اللي حسيت كونه الوضعية بتاع الكرة الطايرة ما أقول ما أقول ضعفت وتغيرت ياسر ونزلت الأدنى الأدنى مستوى والدليل على ذلك احنا ما عادش نشارك ولا في البطولات ضيعنا المنصب متاعنا في الإفريقي وضيعنا المنصب متاعنا في العربي على المستوى الدولي وعلى مستوى زاد الفرق بالنجم بالنجم أقول لك اتصلت ببرشة أشخاص لكلهم والأشخاص اللي اتصلت بهم عندهم تجارب في الكرة الطايرة يأما العبير القدامة يأما مدربين يأما مسيرين ما عادت اتصلت بهم اتصلت ببرشة أشخاص فما يكون أعطاني رغبته يدخل في القايمة فما يكون أخذها مهلة لكي يدخل ومن بعد في الأخر ماذا بيا أنا لو كان اخترت الناس اللي حبوا يدخلوا في القايمة الكل ماذا بيا ما كانش اثناش بارك أولا عنها إعادة الكرة الطايرة التونسية إلى مدارها الطبيعي وإلى سالف مجدها على الصعيد الوطني والقاري والدولي ثانيا العبل على الالتقاء بمستوى اللعبة إلى إلى الأدوار العالمية وضع برنامج للإصلاح والتجديد فالانتلاق العمل ببرنامج طموح لإرساء طرق عمل تتماشى وتطور اللعبة في العالم هنا نحب نقول بالنسبة للمستوى متاعنا في تورس بالنسبة الكرة الطايرة تأخرنا عن المستوى القاري والعالمي تنمية الموارد المالية تطوير وتعصير الإدارة الفنية بعث أقطاب جهوية للكرة الطايرة والعمل على مضعافة عدد الإجازات والحث على بعث فرق جديدة نبدأ نبدأ بالأزمة مالية بالنسبة للجامعة وبالنسبة للنوادي أزمة ثيقة ما بين الجامعة والنوادي والنوادي يشتغلون والجامعة تشتغل وحدهم لذلك نحاول للموا الناس والجامعة والجامعة هي الرايد لكي تحاول نصلحوا وننقذوا الذي يمكن انقاذه ممكن بعض الناس يمكن انقاذه على خاطر الناس كل تعرف هذا وليس خبي على حتى أحد كون الكرة الطائرة في الوقت الحاضر في أزمة والدليل على ذلك نحن ضيعنا جميع المناصب متاعنا على المخلطة للدولة حتى في القارة ضيعنا حتى المستوى متاعنا المستوى متاع الكرة الطائرة في الوطني يلزموا يلزموا جلسة جلسة عمل وجلسة تشاول باش نشوفوا البطولة باش نشوفوا القسم الأول فما ناس تقوى في القسم الثاني فيها ربعة في رق ولا واحدة يلعبوا يلعبوا شر ولا شهرين وبعد يرتاحوا عام كابر أول نقطة في البرنامج هو يلزمنا نأهل الجامعة ونعطيه هالإمكانيات اللازمة باش تنجم تتواصل تكون في تواصل تواصل يعني تواصل مستمر تواصل مستمر مع الأندية ومعها جميع ومعها جميع الغيرين ومعها جميع مقولة على الكرة الطائرة ممكن نبدأ إذا كان وصلت هيكلت ماذا هيكلة لجامعة أو الجامعة ماذا تتخدم عليها؟ ومعها جميعا ونعطيه هالإمكانيات اللوجيستية خاصة اللوجيستية ومعها جميعا تكون في تواصل مستمر مع الأندية وممكن نعمل سامبوزيوم سامبوزيوم كامل نعرضو لهم البرنامج اللي عملته طوالا خطرنا أعطيت الخطوط العريضة نحكيه بالنقطة بالنقطة وما بعد نخرجه بالإصلاحات اللازمة ونبدأوا بيهم باي أنا في الأخير طوال هما في الترشحات ظهروا ثلاثة قايمات أنا تمنيت لو حتى القايمة متعسيه شكل غزال واصل وكمل معناتها قدم القايمة متاعه مع الأسف إجبد القايمة متاعه في الآخر لأسباب هو يعرفها وبالنسبة السيل باروني إنسان طيب وعنده قايمة عمل القايمة متاعه ونتمنى له كل النجاح وإن شاء الله نتعداه الاثنين للسندوق ومع بكل احترام ونتمنىه اللي يفوز نتمنىه الفايز يكون عند حسن الظن ويقدم المطلوب منه بش بش ينهض بالكرة الطائرة و أنا نوعد لأي واحد بش ينجح إذا كان سير رشيد نجح نقعد معه كما كنتم مع الناس الكل نعاون نعاون الكرة الطائرة التونسية على جميع المستويات موسيقى 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 موسيقى